ناخد مع بعض الوقتي تمرينات على المفردات للدرسين التالت والرابع من الواحدة العشرة عندي هنا صفحة 153 وأول سؤال خاص بي تشوز الاختيارات رقم واحد في الاختيارات بيقول هنا ايه يقول ايجبت اللي هي مصر دولة مصر مصر دي بتكون بلد مشهورة بي مشهورة بي مشهورة بي زراعة ايه عشان تصنع منها المواد الخام مصر مشهورة بزراعة ايه تصنع منها المواد الايه الخام طبعا مشهورة بزراعة المحاصيل ومن المحاصيل دي تبدأ ان هي تصنع المواد الخام يبقى المحاصيل الزراعية رقم اتنين فارمرز اللي هما الفلاحين او المزارعين بيستخدموا ايه عشان انهم يحموا المحاصيل الزراعية بتاعتهم من الحشرات بيستخدموا ايه عشان يحموا محاصيلهم من الحشرات طبعا بيستخدموا المواد الكيمياية بيستخدموا المواد الكيمياية ليحموا المحاصيل بتاعتهم من الحشرات بعد كده رقم 3 The dessert The dessert اللي هي الصحراء الصحراء بتكون ايه صعب ان احنا نعيش فيه طبعا بتكون A difficult environment بتكون بيئة صعبة بيئة صعبة ان احنا نعيش فيها يبقى environment لكن environmental يعني بيئي كده الصفة رقم 4 I wear smart clothes in special mode like wedding parts انا برتدي smart clothes ملابس بتكون smart ملابس انيقة في ايه عايز يقول فيه المناسبات الخاصة special يعني خاص بلبس ملابس انيقة في ايه خاص like wedding parts زي الحفلات بتاعت الايه حفلات الزفافي يبقى انا برتدي ملابس انيقة في المناسبات الخاصة يبقى in special occasions في المناسبات الخاصة بلبس ملابس smart انيقة في المناسبات الخاصة like زي مثلة زي او مثلة حفلات الزفاف رقم خمسة yesterday was my brother's نقط yesterday ده كان ايه بالنسبة لاخويا هي got married got married يعني تزوجا هو تزوجة to our cousin تزوج من بنت ايه من بنت عمي يبقى ده كان اليوم ده حفل زفاف اخويا تزوج من بنت عمي قال لي تزوج يبقى حفل زفاف يبقى my brother's wedding حفل زفاف اخويا ده كان الزفاف بتاع اخويا وبنت عمي رقم ستة they used the best material هم استخدموا افضل المواد الخام to make noctulus عشان هم يصنعوا الملابس ايه طبعا عشان يصنعوا الملابس اللي هي لكشري الملابس اللي هي الفاخرة او الفخمة طبعا قال لي the best material افضل المواد الخام يعني افضل المواد الخام استخدموها عشان يصنعوا الملابس لكشري الفاخرة رقم سبع نقاط means يعني المقصود بيها business making things to sell business اللي هو العمل التجاري ليه الاشياء to sell عشان sell يعني بيها عشان يتم بيعها طبعا يقصد هنا ايه طبعا يقصد هنا معناها means a business making things to sell طبعا ان احنا العمل التجاري اللي بيصنع الاشياء عشان نستباعها العمل التجاري اللي هيصنع الاشياء عشان نستباعها اللي بيصنع مين طبعا ده تعريف اندستري تعريف الايه تعريف الصناعة رقم رقم 8 اللي هما الاولاد او البنات اللي هما من سن 13 سنة لسن 19 سنة من 13 سنة ل 19 سنة السن او العمر ده عمر تينيجرز اللي هما المراهجين هما اللي بيتراوح عمرهم بين 13 سنة ل 19 سنة رقم 9 المصريين القدماء يقولين هنا ايه يعني زرعوا المصريين القدماء زرعوا زرعوا النباتات عايز يقول بجوار النيل يعني عشان يصنعوا الكتان بجوار او بالكرب من النيل اسمها يعني بجوار او بالكرب من النيل رقم 10 غالبا كل عائلة في الريف يعني عايز يقول هنا بيمتلك كمبيوتر او تابلت غالبا كل شخص كل عائلة يعني في بتمتلك عايز اقول تمتلك اللي هي بمعنى يملك او يمتلك بيملك كمبيوتر بيملك تابلت يعني الاجهزة الالكترونية اللي هي التكنولوجية رقم 11 يعني درسها بجد واكتهد للاختبار او الامتحان اللي عنده نقط حصل على درجات عالي عايز باي يقول لي هنا ايه فنتيجة لذلك ونتيجة لذلك اسمها ونتيجة لذلك ونتيجة لذلك ذلك اللي هو ايه انه وذكر كويس حصل على درجات عالية رقم اتناشر اف اف اذا نقط اف اعيز يعني بيقول ايه? عايز يقول من كل افراد العيلة. ممتي هي بيكون الشخص اللي انا بكون فخور بي. من كل افراد العيلة افراد او اعضاء العيلة اللي هي منبارس. من كل افراد العيلة. ممتي هي الشخص اللي انا بافتخر بيرقم تلتاشر. بيقول هنا. دي مدرستي. انا هاف تو وير. ده ايه للمدرسة? انا باضطر ان انا ارتديه كل يوم دراسي. اه يبقى انا اينا عايز ايه? ده اليونفورم الي هو الزي المدرسي. على بعضها كده اللي هو الزي الايه? ده الزي المدرسي. انا هاف تو. انا باضطر ان انا لبسه كل يوم مدرسي او كل يوم ايه دراسي. رقم اربعتاشر. القطن ده مش مادة صلبة. مش مادة جامدة كده صلبة. ان انا امسكها لقاها مادة صلبة. القطن ده مش مادة خام صلبة. ات از. يبقى انا عايز العكس من كلمة صلب. اللي هو لين او ناعم. لين او ناعم. اللي هو صوفت. بمعنى مادة لينة كده وايه? وكمان نعمة. رقم حمص تاشر. الناس بتحب ان هي تلبس الملابس الجيدة وايه كمان? صنع المناسبة كواليتي. الناس بتحب ان هي تلبس الملابس لها جودة عالية. يبقى ملابس الجودة بتاعتها جيدة او الجودة بتاعتها عالية. كواليتي اللي هي الجودة. بعد كده جايب لي هنا صفحة مئة خمسة وخمسين وهنا الجزء الخاص بيه لانجويج اللغويات. والجزء الخاص بلغويات بتاعتنا خاص بيه اسماء الاشارة. لو انا عايزة مسلا اقول هذا للمفرد القريب this. باستخدم اسم الاشارة this. لكن لو عايزة اقول هؤلاء للجامعة القريب هقول ايه? هقول this. بمعنى هؤلاء للجامعة القريب. لو عايزة اقول ذلك او تلك للمفرد البعيد بقول that. عايزة اقول اولئك للجامعة البعيد. بقول those. يبقى this و that. this للمفرد القريب. that للمفرد البعيد. this للجامعة القريب. those للجامعة البعيد. عندي كمان جزئية. لو انا عايزة مسلا استخدم one او once. باستخدمهم امتى? باستخدمهم لاستبدال الاسماء. يعني ايه لاستبدال الاسماء? لو انا عايزة عندي كده جملة. انا في الجملة دي جاب لي اسم. وانا عايزة شيل اسم ده واقرر. اقرر كلمة ايه? لو انا شلت اسم مفرد. هستبدله. هستبدل المفرد بكلمة one. الاستبدال الاسماء في الايه في الجملة. انا استبدل كلمة مفرد بكلمة one. وهستبدل كلمة جامعة بكلمة وانس يبقى وان او وانس باستخدمهم لاستبدال الاسماء في الايه في الجملة باستخدم وان عشان خاطر ان انا استبدل كلمة مفرد وانس عشان استبدل كلمة جمع يبقى باستخدمها الايه لاستبدال الاسماء عندي هنا السؤال الاول خاص بالاختيرة طبعا الكلام ده هيوضح معنا واحنا بنحل رقم واحد كان يوجيف مي ممكن تديني نقط بوك الكتاب اي كانت جت اد انا مش قادر جت يعني يصل مش قادر ان انا اوصله ممكن تديني طب نشوف بقى اول حاجة الكتاب ده مفرد بعد كده انا مش قادر اوصله فالكتاب ده بعيد يبقى انا عايزة للمفرد البعيد هقول ايه هقول ذات يبقى كان يوجيف مي ذات بوك ممكن تديني ذلك الكتاب تناوله لكده لان انا مش قادر اوصله يبقى مفرد وبعيد بعد كده عندي رقم اتنين لازم انت تتغلب على اللي هي الصعوبات لازم تتغلب على كل الصعوبات يبقى الصعوبات جمع طيب يبقى للجمع هنختار ايه مفرد ذات مفرد ذس ولا ذيس طبعا لي الجمع ذيس الجمع القريب رقم تلاتة هيا بنا نشاهد عايزين نشوف فيلم يكون ايه يكون مختلف ده الفيلم ده بيكون ممل جدا تمام ذيس ايه طب اصلا مفرد الفيلم مفرد وجاب لي ذيس اصلا مع مفرد يبقى ذيس وان يبقى انا شلت كلمة الفيلم اللي هي مفرد هحطي مكانها ايه هحطي مكانها وان ذيس وان الفيلم ده بيكون ممل جدا يبقى الاستبدال الاسماء في الجملة حاجة مفرد هشلها احطي هنا بدل ما اقول ذيس فيلم هقول ذيس وان لانه مفرد رقم اربع نقط ده تيشيرت جميل انا عايز اشتريه طبعا از هنا مفرد بتكلم عن تيشيرت ذيس جامع ذوز جامع ذي بمعنى هم يبقى ذات اه مع المفرد بقول ذات that's a nice تيشيرت ذات تيشيرت ايه ذات تيشيرت جميل رقم خمسة بيقول نقط questions are difficult الاسئلة ديت بتكون difficult بتكون صعبة can you help me تقدر تساعدني الاسئلة جامع تعال بقى نشوف ناخد ايه مع الجامع this with that للمفرد there عايزة بعدها ايه تمام يبقى هنا هذه الاسئلة طبعا للجامع القريب بعد كده عندنا هنا انا مش عايز هذا الحزاء الغالي انا عايز حزاء يكون ارخص عايز اقول حزاء ارخص يبقى انا بشيل كلمة ايه شوز اللي هي الحزاء طيب الحزاء اساسا بيتكون كده من فردتين يبقى تعامل معاهم معاملة الايه الجامع طالما انا هنا هشيل كلمة جامع وحط بدالها حط بدالها وانس وانس هنا اللي مفقاش اس الملكية دي يبقى هنا وانس اللي في الاخر رقم سبعة بيقول هنا ايه عايز يقول هنا اين حصلت على هذه ندارة الشمس الندارة بتتكون من ايه من عدستين بتتعامل معاملة الجامع يبقى انا عايزة ايه يبقى انا عايزة حاجة للجامع ذوس للجامع ذيس وذات للمفرد ذير عايزة ار مع الندارة يبقى عندي هنا ايه ذوس تلك الندارة رقم تمانية ايضون لايك ذاب لو بلون انا لو احب هذه البلونة البلون اللي هي البلونة ديت مفرد ايبقى انا عايزة البلونة اللي لونها احمر بريفير يعني يفضل شلت البلونة حط مكانها ايه حط مكانها انا عايزة البلونة اللي هي بيكون لونها ايه لونها احمر بعد كده بيقول هنا ايه عايزة اقول هي ديت المقادير المصبوطة المقادير الصحيحة لعمل الكيك يبقى ار ايه ذم ولا ذات ولا ذيس ولا ذيس المقادير جامع يبقى ار اي ار ذيس هي ذات المقادير الصحيحة المصبوطة يبقى نختار هنا ايه هنختار ذيس للجامع رقم عشرة انظر الى هذه الظهور الجميلة ايه 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 هى ايه 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 هلى ايه هلى ايه ايه ما تذيس 떨دي ديس دي بتكون هي فيورت ديها المفضلة بالنسبة لي الظهور مفضلة بالنسبة لي هي لنونها بانك يبقى ضرور الجامع تعالوا كده هناخد ايه مع الم frequency وان ولا there one ولا ذيس ولا ذيس ايه الصحيحة رايطات ان الا هنا اقول ايه الظهور اللي لونها ايه الظهور اللي لونها pink يبقى انا شلت كلمة الظهور هعوض عنها بايه هعوض عنها the pink ones الظهور اللي لونها pink دي بتكون هي ايه are my favorite هي بتكون المفضلة بالنسبة لي بعد كده جايب لي هنا السؤال الخاص be correct بالتصحيح بيقول لي هنا ايه بيقول لي رقم واحد why don't you لمالا wear no up my scarf لما لا ترتدي هذه الطرحة الجميلة الطرحة دي اصلا اسم ايه مفرد مع المفرد انا باخد ايه باخد this this للجامع يبقى انا عايزة مع المفرد يبقى انا هاخد ايه هاخد this لما لا ترتدي هذه الطرحة الجميلة يبقى this رقم اتنين نقاط are my grandmother's عايز يقول ايه الحلق ده بيكون ايه الحلق ده بيكون حلق جدتي الحلق جمع بيتكون من الفردتين فهو ايه فهو جمع مع الجمع بقول ايه بدل this هيبقى this this earrings الحلق ده بيكون حلق جدتي يبقى this بعد كده بيقولين ايه رقم ثلاثة this bag هذه الحقيبة is اسمه مفرد واستبدله هستبدله بكلمات one تي بتكون هي الحقيبة اللي ممطي اشترتها لي بعد كده رقم اربع نؤة people we met last night الناس اللي احنا ابناهم last night الليلة الماضية we're really nice كانوا لطف لطف جدا people الناس جمع طيب عندي هنا الناس جمع يبقى هاختار مع الجمع ايه هاختار مع الجمع طبعا هاختار مع الجمع those جايبها للبعيد هتبقى those رقم خمسة this rings هذه رينجس اللي هي الخواتم بيقول الخواتم دي are silver بتكون مصنوعة من silver من الفضة but those not are gold لكن الخواتم التانية دي طبعا الخواتم اصلا جمع حتى جيب لقبلها دوس اهي مصنوعة من الذهب لو انا شلت رينجس الخواتم شلت اسم جمع هستبدل الجمع بone لا طبعا هستبدل الجمع بكلمة ايه بكلمة وانس لكن الخواتم التانية دي المصنوعة من الذهب يبقى وانس رقم ستة بيسأل تحب يكون عندك سيارة لا انا مش عايز واحدة السيارة مفرد طيب عندي هنا مع المفرد بدل وانس هتبقى ايه بدل وانس هتبقى وانس ليه لان السيارة اصلا مفرد بعد كده عندنا صفحة 156 اكمل الحوار التالي اول سطر ده عندنا بيكون مهم جدا بيعرفني المحادسة بتتكلم عن ايه يقول لي رانا ان الاء ار تاوكين ابوت رانا والاء جات حد ثاني عن كلوس بتكلم مع بعض عن الملابس رانا بتقول لها هاي الا اي لا اي دي 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 يعني انا حب تشيرت بتاعك ده حصلت عليه منين جت يعني يحصل على من اين حصلت عليه شيرتي منين هنا الا بتقول لها بتشكرها ان هو عجيب هات شيرت بتاعها وهنا ممكن مثلا تقول لها ايه اه ممكن محل يكون جنب البيت او كده يبقى هتحول الى وعندي السؤال بتاعي في الماضي يبقى جت هتيبقى جت بعد كده الفاعل بتاعي ات اللي هو اتشيرت اي جت ات انا حصلت عليه اللي هو اتشيرت نبدأ بقى نقول ايه من محل مجاور او قريب من ذا حصلت عليه من محل مجاور او من محل قريب بتقول لها ممكن تيجي معايا للمحل ده هنا انا اتلاها انا انا عايزة اتشيرت بيكون لونه ابيض طالما قلت لهنا او بتكلمني عن اللون يبقى ايه اللون اللي انت بتحبي كلمة ما اللون يعني what color what color يعني ما color ما اللون وبعد كده ايه وبعد كده عندنا هنا اجيب من السؤال الفعل المساعد يبقى ايود هتبقى would you would you like ايود هتبقى would you like ايود اللون اللي هنا هيبقى do واي في الاجابة بتطلع لفوق في السؤال بتبقى you بعد كده الفعل في المصدر هيبقى how much money do you have قد ايه الفلوس اللي بتكون ايه ه اللي بتكون معاك قد لها 200 جنيه الا قد لها ايه that's enough to buy a good one ده كفاية جدا او معاك الفلوس كفاية جدا انت تشتري بيها تي شارت يعني جيد وهنا ايه هتقولها طبعا هيبنا نذهب let's go there هيبنا نذهب هناك let's هيبنا بعدها المصدر go نذهب there هناك طبعا للمحل let's go there هيبنا نذهب هناك ان شاء الله ناخد مع بعض دلوقتي تدريبات على الدرسين التالت والرابع جاب لي هنا بداية صفحة 158 اول سؤال معايا يحص بريدنج القراءة read the following اقرأ التالي then answer the question ثم اجب على الاسئلة بيجيب لجده فقرة او قطع بنقرأها مرة واثنين اقرأها هنفهمها الاول وبعد كده نجاوب على الاسئلة القطع بتقولينا هلا بتحب الملابس كتير جدا هي دايما بتذهب لي لتتسوق عشان تشتري ملابس على الموضة هي بتحب الملابس المريحة الملونة بتحب ان هي تشعر كده ان هي مسترخية او مستريحة في الملابس اللي هي لبساها اللون المفضل بالنسبة لها اللون الاصفر واللون البرتقالي الوانها المفضلة بتحب ان هي ترتدي هاد سكارف اللي هي الطرحة تتماشى مع اللبس او لئة يعني على اللبس اللي هي لبسا هلا ما بتحب الملابس التقليدية هي بتعتقد بتعتقد ان هي اشياء من الماضي يبقى زي هنا تقصد بيها تراديشنال كلوس يقصد بيها الملابس التقليدية بتعتقد ان الملابس التقليدية دي بتكون من الماضي مضا قديمة يعني هي هاند باك حقيبة اليد بتاعتها بتكون نفس لون البلوزة بتاعتها الحقيبة الشنطة اللي يشايلها كده بتكون بلون البلوزة هي فريند ذات هالة اصدقائها رأيهم دايما الا النهالة بتكون سمارت عنيقة كده ومهندمة لبسها جميل احيانا بيسألوها انت جايبة منين هذه الملابس الرائعة لكن هي ابدا ما بتقول لهمش عندي اول سؤال هنا بيقول لي what is the main idea of the passage عايزنا اكتب يا طرق هي الفكرة الرئيسية او الفكرة الاساسية للكطعة اللي عندنا طبعا بتكلمنا ان هالة بتحب الملابس اللي هي فاشنبول عالموضة يبقى هنقول هنا هالة لايكس يعني تحب فاشنبول ملابس عالموضة بتحب الملابس بتاعتها تقون فاشنبول عالموضة رقم اتنين وطس وحنا ليس تعالينها الضمير بيشير الى احنا كنا بنقول بيشير الى ترادشنال كلوس الملابس التقليد بيشير الى الملابس التقليدية ترادشنال بيشير الى الملابس التقليدية بعد كده في رأيك كده ليه اصدقاء هالة بيسألوها عن المحلات اللي هي بتذهب فيها او بتذهب اليها عشان تعمل تصوق طبعا هنقول لان ملابسها بتكون جذابة هنقول عشان ملابسها جذابة لان هر ملابسها ملابسها يعني هر لوس لان ملابسها اتراكتيف بتكون جذابة اتراكتيف ما لبسها اتراكتيف ما لبسها جذابة بعد كده جيب لي بقس والخص بالاختيرات برضو لسه طبعا القطعة رقم اربع نوقة العكس لما اقول عكس الموضة عكس حاجة على الموضة يبقى حاجة قديمة تقليدية تراديشنال يبقى حاجة تقليدية حاجة على الموضة عكس حاجة تقليدية قديمة موضة قديمة رقم خمسة هالا هالا هي بيعتقد ان هي بيعتقد ان هي سمارت بيعتقد ان هي قنيقة بعد كده بيقول هنا السئلة خاصة بالاختيرات بعد كده سؤال الاختيرات رقم واحد بيقول هنا أنه are plants that are grown on farms or or for food للطعم are plants يعني دي بتكون plants يعني نباتات that are grown يعني تزرع أو بيتم زرعتها on farms في المزارع بتزرع في المزارع for food للطعم عشان الناس تتناولها أو تكلها طبعا يقصد هنا المحاصيل محاصيل يعني crops دي اللي هي كلمة محاصيل محاصيل ايه محاصيل زراعية بعد كده رقم اتنين I always أنا دايما a pen from my friend when I forget mine عايز يقول ده دايما باستلف ايه باستلف الم جافي كده من صديقي لما انا forget يعني ينسى لما انا بنسى mine mine ملكي الم بتاع لما بنسى المي يبقى يعني يستلف او يستعير انا باستعير كده الم من صديقي لما بنسى المي رقم تلاتة نقاط يعني بتكون بقدر الامكان يعني جيدة بقدر الامكان طبعا حاجة بتكون جيدة يعني بقدر الامكان يبقى معنى كده الحاجة دي بتكون جيدة قدر الامكان يعني بتكون حاجة دية ايه يعني ملائمة او مناسبة يعني ملائم او مناسب الشيء الملائب الشيء المناسب ده بيكون جيد قدر الامكان بعد كده عندينا هنا صفحة 159 والسؤال رقم اربع بيقول اخويا بيحب ان هو يغير المحمول بتاعه كل سنة كل سنة يغيره ويشتره مثلا واحد احدث يبقى my brother likes to change his mobile بيحب ان هو يغير ويبدل المحمول بتاعه كل ايه كل يير كل عام رقم خمسة the factory throw dangerous note into the river factory المصنع المصنع throw يعني رمى او القى dangerous note ايه خطير في النهر رمى ايه خطير في النهر طبعا رمى ايه مواد كيميائية خطيرة في النهر ليه المخلفات بتاعته يبقى رمى مواد كيميائية خطيرة في النهر كيميائية رقم 6 الناس بتقدر ان هي تستمتع بايه عن طريق الزهاب لايه واكس التمشية وكمان التخيم يروح ليه التمشية وليه التخيم يبقى الناس بتستمتع بايه بالطبيعة ليتشار الطبيعة بيستمتعوا كده بالطبيعة ازاي بيقدروا يستمتعوا بالطبيعة يروحوا كده يتمشوا او ايه كان بنيعملوا تخيم مخيم رقم 7 وين يو نقطة جاب عندما انت ايه ليه وظيفة you will learn new skills انت learn يعني يتعلم انت بتتعلم new skills بتتعلم مهارات جديدة لما انت ايه لوظيفة جديدة لما انت هنا بيتقوم بوظيفة جديدة او بتقدي وظيفة جديدة بكلمة job بيجي معاها do do a job لما انت بتقوم بوظيفة جديدة do a job do a job تقوم او تمارس وظيفة جديدة بتتعلم مهارات جديدة عندنا السؤال اللي بعد كده رقم 8 i don't like these trousers انا مش عاجبني these trousers البنطلون ده تمام مش عاجبني او مش حبه can you show me smaller نقط ممكن بقى شو يعني تعرض علي كده واحد يكون smaller يعني اصغر طيب انا عايزة هنا استبدل الاسم ده بكلمة هستبدل ايه طبعا جامع البنطلون جامع البنطلون اصلا بيتكون من ايه بيتكون من فردتين من جزئين فانا بتعامل معه معاملة الايه معاملة الجامع طالما انا بتعامل معه معاملة الجامع يبقى هنشيل كلمة البنطلون ونعمل ايه ونحط مكانها كلمة وانس للجامع بعد كده عندي هنا رقم تسعة بيقول لي ايه ممكن اخد اتنين من المانجا يا ماما قلت لها انه جاست نقط لا واحدة فقط يعني واحدة بس هي بتكون افضل بالنسبة لايه افضل بالنسبة لايه لصحتك واحدة افضل لصحتك مش اتنين لا جاست فقط ايه واحدة طبعا هتقول لها واحدة فقط يبقى جاست ون لكن واحدة بس هي اللي بتكون افضل لصحتك مش اتنين رقم عشر عايز يقول انا اشتريت اميس ايه من محل صغير كده في القاهرة ايبوت انا اشتريت شيرت شيرت الاميس مفرد عايزين حاجة للمفرد ذيس جامع ذوس جامع ذير عايزة معها يبقى هنا ذيس شيرت هذا الايه هذا القميس لان ذيس مع المفرد بعد كده جيب لي هنا الجزء الخاص بالتصحيح ورقم واحد بيقول لي هنا يعني هناك ايه اللي هو موجود هناك ده يبقى انا عايزة حاجة مفرد والمفرد ده بعيد ايه اللي موجود هناك ده عايزة مفرد ليه لان هنا للمفرد عايزة حاجة مفرد وبعيد طبعا بدل ذيس هتبقى ايه هذا يبقى ذات اسم اشارة للمفرد البعيد يبقى ذات رقم اتنين بيقول لي هنا هذا الحزاء الرياضي الحزاء الرياضي ده بيكون افضل من افضل من الحزاء التاني اللي كان عندي قبل كده يبقى انا ايه بتكلم عن الحزاء بيتكون من فردتين بيتكون من فردتين يبقى انا بتكلم اصلا عن حاجة جامع طالما انا بتكلم عن حاجة جامع بدل هتبقى ايه هتبقى هشيل كلمة الحزاء واستبدلها بكلمة رقم اربعة بص مية نقاط مجازين ناولني بص يعني مرر او ناول ناولني هزيه الايه المجازين هزيه المجلة هناك من فضلك اللي هناك من فضلك المجازين المجلة مفرد هناك يبقى عايز اتكلم عن مفرد بعيد مفرد بعيد على طول هاخد ايه هاخد ذات ناولني تلك المجلة اللي هي موجودة هناك دي اربعة شهال اي باي ذات بلو تي شيرت او ذات جرين نقط هل اشتري بقى بيقول له بقى ايه انا اشتري التشيرت اللي هو لونه ازرق ده ولا التاني اللي هو لونه اخضر بتكلم عن التشيرت مفرد بشيل اسمه مفرد واستبدله بكلمات وان مش وانس يبقى وان عايز نكتب بعد كده عن اجيبشان قطن اكتب عن القطن الايه القطنة المصري وان شاء الله هتلاقوه موجود ضمن اهم مباراجرافات هامة ومتوقعة لمنهج الصف الثاني الاعدادي الترمي التاني